السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحباب الكرام موضوعنا لحلقة هذا اليوم وهو بين الهدية والرشوة نريد أن نتعرف عن حقيقة الهدية وعن حقيقة الرشوة هذا موضوع كثيرا ما يقع فيه التساؤل خصوصا في الظروف الراهنة حينما يكون بعض الناس في مناصب أو في مقامات معينة وتقدم إليهم بعض الأعطيات لا يدري هل هذه هدية يزوز له أن يأخذها أم إنها رشوة يحرم عليه أن يمد يده إليها لهذا نريد أن نتعرف من خلال الكتاب والسنة عن الفرق بين الهدية والرشوة لا شك أن الهدية تختلف عن الرشوة اختلافا كبيرا فالأمر قد يبدو واضحا لكن هناك بعض الفوارق هي التي تتير التساؤل عند الناس فما هي حقيقة الهدية وما هي حقيقة الرشوة الهدية هي جمع الهدايا هي ما يقدمه الأصدقاء والأهل والأحباب من بعض الامتيازات إما مواد غدائية إما تحف إما ألطاف معينة الناس يتقرب بعضهم إلى بعض بالهدايا فهذا أمر متعرف عليه بين الناس وهو من القيم الطيبة التي ينبغي أن تكون بين كل الأطياف لهذا نجد الدين الإسلامي كان يحث الناس على تقديم الهدايا بعضهم لبعض ويعتبرها عامل مهم في توطيد المحبة والمودة بين القلوب كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويقول تغادوا تحبوا خصوصا إذا كان بعض الأسر والعائلات بينهما حجزات أو خصومات كان يقول تغادوا تحبوا فإن الهدية تسل السخيمة تسل السخيمة أي تزيل ما في الصدر من بغضاء وأحقاد وضغاء فجميل أن الزوج يهدي هدية لزوجته أو الزوجة تهدي لزوجها أو الأولاد لأبائهم أو الأباء لأبنائهم والإخوة بعضهم لبعض والأصدقاء والجيران والأصهار كل هذه التصرفات هي مطلوبة دينيا فيها أجر وثواب وفيها أثر نفسي عميق وفيها أيضا تماسك اجتماعي تهادوا تحبوا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه قبول الهدية يا ما تقدم إليه الناس ببعض الهدايا وكان يتقبلها منهم بل وكان يثيب عليها بل وكان يشكر عليها أصحابها تروي أمنا عائشة رضي الله عنها حالات كثيرة الناس يأتون إلى سيدنا النبي يهدون إليه هدايا إما عبارة عن ثوب أو قماش وإما عن طعام أو تمر أو زبيب وإما غير ذلك من الأمور فكان سيدنا النبي يقبل الهدية ويثيب عليها ويقبل أي هدية حتى ولو كان حجمها ونوعها بسيط كان يقبلها لم يكن سيدنا النبي يتمنع عن أي شيء حتى ولو كان بسيط كان يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراء لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراء لقابلت يعني الكراء الكرين يعني أبسط شيء في الناس العرب كانوا لا يقبلون من الهدية إلا إذا كانت شات بكاملها أما إذا كانت مبتورة لا يقبلونها من عادات العرب فيهم نوع من الكرم والجود والعين الكبيرة لكن سيدنا النبي بتواضعه يقبل أي شيء حتى ولو أعطاه ذراع أو أعطاه كراء يقبل فالهدية إذن أيها الأحباب الكرام هي شيء طيب لا بد أن يكون بين الأوساط الاجتماعية لخلق المودة والرحمة بين الناس والقرآن الكريم المصدر الأول للتشريع يحكي لنا عن وقائع لهذايا مثلا الملكة بالقيس ملكة مملكة سبأ التي كانت غنية وتحكم دولة عظيمة وعندها خيرات كثيرة حينما تقدم لها نبي الله سليمان وكان يدعوها إلى الدين تقدمت إليه بهدية لكسب وده وجمعت قومها وقالت هؤلاء الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدل قالت سوف أعطيهم هدية وإني مرسدة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدنني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون سيد سليمان علم بأن هذه الهدية ليست هدية صادقة بنية حسنة وإنما هي مناورة سياسية ولذلك قال فما آتاني الله خير مما آتاكم أتاه الله الإيمان واليقين بل أنتم بهديتكم تفرحون فالهدية بين الملوك والرؤساء وأصحاب المقامات لابد أن ننظر هل هي فقف فعلا من أجل كسب المودة والرحمة ونبدأ صفحة جديدة أم أنها مناورة سياسية في السيرة النبوية نلاحظ بأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدمت له هدايا من طرف بعض الملوك والرؤساء من بينهم مقوقس مصر عظيم مصر أهدى إليه ثلاث هدايا أهدى إليه امرأة وهي ماريا القبطية وأهدى إليه صندوق مليء بالذهب والحلي وأهدى إليه طبيب حاضق فسيدنا النبي أخب قبل هذه الهدايا ماريا القبطية تزوجها وأنجب منها ابنه إبراهيم فكانت مودة ومصهرة بينهم وبين المصريين والصندوق من الذهب والحلي طلب بأن يوزع على الفقراء والمساكين والتوسع على المحتاجين والطبيب الحاضق قال له إن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لنشبع فالمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء فسمع الطبيب هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يفكر يقول هذا الكلام ليس كلام رجل راعل الغنم ولا حاكم يطلب الحكم لا شك أن هذا كلام نبوة فأسلم الطبيب فالهدية هي شيء مطلوب ومبارك لكن الرشوة هي شيء آخر الرشوة هي ما يعطى لقضاء بعض الحوائج أو المصالح وغايتها إما إحقاق باطل أو إبطال حق أو غير ذلك هذه الرشوة تحدث عادة بين الموظفين العموميين في تيسير بعض المعاملات الخاصة قد يكون لكسب الوقت قد يكون أحيانا للفوز والانفراد بالصفقة وقد يكون أحيانا لأحكام جائرة فيها إحقاق باطل أو إبطال حق وهذه الرشوة تستند على تلقي المال أو يعطى وعود وعود لأصحابها لتحقيق واحد الأهداف هي فيها الشر وهي سلبية فالإسلام إذا كان يحط الناس على التهادي لتوطيد المحبة والمودة فيما بينهم فقد يعتبر أن ما يهدى للقائمين على مصالح الناس إما من موظفين وإما من عمال وإما من قضاة وإما من رجال أمن وإما من مسؤولين عموميين ما يهدى إليهم يعتبر رشوة لا هدية لأنه لولا المنصب الإداري لم يهدى لهم لو كان إنسان عادي تهدي له هذه الهدية من أجل المحبة والمودة مقبول لكن أن تهدي له لأن له منصب معين وأنت تنوي بأن تستغل هذه الهدية حتى يسهل لك بعض المآرب أو يغير لك بعض القوانين لمصلحتك هذا يكون رشوة وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا النبي يدبر الشؤون المالية العامة وكان يبعث العمال لجبه الزكوات وإعادة استثمارها فبعت رجل كل رجل يبعث إلى قبيلة بعت رجل من بني أسد أمره بأن يجمع الزكوات من الناس ويأتي بها إلى بيت المال فلما جاء جاء بمال وفير مال وبعير وقمح وشعير وغير ذلك فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي هذا لكم يوضع في بيت المال وهذا الناس أهدوه إلي حبا في فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الخبر واستاء منه ولكن النبي الكريم كان حيي كان لا يفاجئ الإنسان بأن ينصحه في وجهه أو أنه ينتقده مباشرة كانت منهجية النبي الكريم أنه حتى يأتي وقت الصلاة ويصعد إلى المنبر ومن ثم يقول كلاما عاما يفهم المعني بالأمر المقصود بأن الخطاب موجه إليه دون أن يجرح كبرياءه فالنبي الكريم لما سمع هذا الكلام بعد أن أقيمت الصلاة صعد إلى المنبر حمد الله وأتنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شات تعير ثم رفع يديه حتى عفرتين إبطيه ورؤي بيض إبطيه وقال ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت ثلاث مرات فالصحابة لما سمعوا هذا الكلام علموا بأن جبات الزكوات الذين هم مكلفين بتدبير الشؤون المالية العامة عليهم أن يأتوا بالحصيلة إلى بيت المال مادم هو يأخذ أجرته فهو كل ما أهدي إليه ليس محبة فيه وإنما فقط للمنصب الذي هو فيه لأنه بعد ذلك سوف يغض الطرف ويغمض عينيه على حقيقة الحسابات ويمكن أن يقع هناك تلاعب ويقع هناك نقص وزيادة لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الصحابة كموظفين أو كعمال مسؤولين على قضايا عمى كان يصيهم مثلا لما ما بعث سيدنا معاد إلى اليمن لما وصل معاد أرسل في أثره قال تعالى إلي ارجع فلما جاء قال أتدري يا معاد لما بعثت إليك مرة أخرى قال لاي رسول الله قال لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فمضي لعملك سيدنا النبي علم بأن معاد لازال شاب صغير ومحب للدنيا وفي اليمن كان هناك مال وفير وسوف يجمع المالي العام وقد يتعرض للإغراء فسيدنا النبي شعر بذلك ثباعة لمعاد لأنه يأنس فيه الإيمان واليقين فذكره ومن ثم سيدنا معاد صار حريصا على أنه يأخذ المال ويضعه في مقامه الذي ينبغي أن يقع دون أن يمد إليه يده ولا يغتر بعض الأشخاص قد يغرونه وقد يجذبونه فهو دائما يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبن شيئا بغير إذن فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا سيد النبي كان يخاطب عمومة الناس الذين يشتغلون في المصالح العامة في الإدارات أو في الوظائف أو في قطاع القضاء أو الأمن أو غيرها كان يقول من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أي منحناه مرتبا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول يعني أجرك هو الراتب الشهري الذي تأخذه أو المنح التي تعطيك الدولة جزاء تعابك أما أن تأخذ مال العامة فهذا ممنوع غلول لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخوف كل الناس الذين يتعاملون بالمال العامة في المناصب المؤثرة نهانا بصيغة اللعن فجعل بأن من يأخذ الرشوة ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرشي والمرتشي لعن الله الرشي والمرتشي أي الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها وفي رواية والرائش الرائش هو الوسيط الذي يمشي بينهما كل هؤلاء والعياد بالله من العنون لعن الله الرشي والمرتشي والرائش فهذه النصوص وهذه التوجيهات العامة كفيلة أن من فيه الإيمان ويخاف مراقبة الرحمن أنه دوما لا يأخذ إلا حقه أما حقوق الناس وحقوق العامة فيضعها في مكانها المناسب حتى يبقى المجتمع يبقى مستقر لا يقع فيه ظلم ولا يقع في حيث لكن الناس في عصرنا هذا صاروا يتفننون في تسمية الرشوة بغير اسمها هناك من يسمي الرشوة تسمية أخرى هناك من يسميها الحلاوة هناك من يسميها هدية السرور هناك من يسميها كلام طويل حتى يخرجها عن حكمها الأصلي ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفنا قال النبي أن من أخذ رشوة ومثلا اشتر بها طعام وأدخله إلى بيته فكل من أكل منه من أهل بيته هذا سحت وكل اللحم نبت من سحت فالنار أولى به فالنار أولى به لما سئل رسول الله ما السحت قال الرشوة في الحكم الرشوة في الحكم إنسان يحكم حكما جائرا ظالما لكي يغير الحقائق هذا كل ما أخذه من مال سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى إلى فئة من القضاة وفئة من العمال الذين يجبنوا السكوات وأيضا من الذين يقومون بالأمن العام يقصد هؤلاء لأنهم مؤثرون في الحياة العامة وقد ذكر القرآن العظيم عن فئة من قضاة وأحبار بني إسرائيل حتى الأحبار من أهل الدين الذين يغيرون قال عنهم القرآن الكريم سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب أكالون للسحت فسرها ابن مسعود السحت قاله الرشوة لأن الرشوة غالبا ما تكون لدى أهل القضاء وذوي السلطة وأصحاب المراكز العليا والمكلفين بالمالية العامة والذين عندهم رخص رخص البناء ورخص التجارة ورخص التي هي مؤثرة هؤلاء عادة الناس يقصدونهم فهناك النزهاء الذين يخافون الله تعالى ويعملون بصدق وبوضوح ولكن هناك من قلوبهم ضعيفة وعيونهم تمتد إلى مال غيرهم ربنا عز وجل حذر من ذلك فقال ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذا نهي كبير وواضح بأن الإنسان في الجانب المالي يحتاط ولا يعتبر بأنه قد يحتمي بجهة معينة لكي يأكل أموال الناس بالباطل لأن الجهة المعينة قد تحكم لصالحه ولكن هذا الحكام يبقون دائما صغار في الدنيا وهناك مالك الملك صاحب العدالة الإلهية يتدخل في الوقت المناسب ويحق الحق لهذا قالوا ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون من أجل ذلك أيها الأحبة الكرام حذر القرآن العظيم من إنزلاق حملت شريعة حتى الفقهاء حتى العلماء حتى الدعاة هم حملت شريعة حذرهم من أن ينزلقوا بفتاوى مضللة إرضاء لأصحاب السلطان وأصحاب الجار أحيانا لإرضاء هؤلاء قد يغيرون بعض الأحكام لهذا فسر قول الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل قالوا بهذه يأكل الرشوة أنهم يعطون فتاوى مضللة لإرضاء أصحاب القرار فلابد الإنسان أن يكون صادقا وواضحا لأنه في الختام لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام الهدية مشروعة ومراغب فيها وهي لها أثر عظيم ضد أثر الرشوة لأن الهدية تؤلف القلوب وتورط المحبة بينما الرشوة هي على أكس من ذلك تورط العداوة والقطيع بين الناس الهدية يدفعها الإنسان بطيب نفسه تقديرا للمهدى إليه أو تطيبا لخاطره أو تأليفا له وهذه كلها مقاصد حسنة لأنه يعطيها عن طواعية ولهذا فهو لا يخفيها كما يخفي الرشي رشوته بينما الرشوة يدفعها الرشي في خفاء حتى لا ترى ويدفعها وهو مكرها ويأخذها المرتشي متسترا ففرق كبير بين الرشوة والهدية وسيدنا النبي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه طيب نفسه وهذا موافق للهدية ومعاكس للرشوة فكل عطاء كان هكذا لابد ننظر فيه أحيانا قد يكون العطاء بغير مسألة العطاء بغير مسألة إنسان يعطيك وأنت لم تسأله هو أعطاك عموما هذا الحكم العطاء بغير مسألة أخذه جائز إذا كان بغير مسألة هذا في العموم ففي الحديث أن عائشة رضي الله عنها تخبر بأن أحد الصحابة عبد الله بن عامر بعث إليها بنفقة وكسوة فردته هذا الصحابي جاء إلى أمنا عائشة وبعت إليها بنفقة نصيب من المال وعطاها كسوة للنساء لكنها لم تأخذ ردة ثم بعد ذلك تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنه رزق من الله إليك فأمنا عائشة استدعت من بعد وأخذت منه هذه النفقة والكسوة فالقاعدة عند العلماء كل عطاء بغير مسألة أنت لم تسأل لم تطلب هذا جائز يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق من الله إليك وكان سيدنا النبي يقول من عرض له من هذا الورق شيء من غير مسألة ولا إشراف في نفسه فليتوسع به في رزقه فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه كان بعض الناس تعطى إليهم هدايا وهم لم يطلبوها هم لم يتعرضوا لها ولم يطلبوها ولكن أهديت لهم ربما لأنهم يشتغلون بإخلاص في مناصبهم ولأنهم يستقبلون المواطنين استقبالا حسنا ولأنهم يفعلون أعمال طيبة بعض الناس عز عليهم هذا الصنيع فيأتي إليك فيعطيك شيئا من غير أن تطلب قال العلماء هذا إذا كان من غير مسألة ولا إشرف نفسه فليأخذه إنما هو رزق سقه الله إليك إذا كنت محتاج إليه فانتفع به إذا كنت غنيا فوجهه إلى من هو أفقر منك إلى من هو أحوج منك هكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكن من وقع له التباس هناك من يقع له التباس ماذا يدري ماذا يفعل هل يفعل أم لا الجواب هو أن النبي الكريم قال إن الحلال بي وإن الحرام بي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إذا وقع له التباس ماذا عليه أن يفعل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضاه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالعلماء يقولون بأنه إذا وقع لك التباس في هذا العطاء هل أعطاه لك هو بغير مسألة هل صادقا أم أنه كأنه مقدم لشيء يستعد له في المستقبل إذا وقع لك إطمأن في القلب خذه فهو رزق سقاه الله إليك إذا كنت محتاج إليه فأنفقه على عيالك إذا كنت غير محتاج له فاعطيه للفقراء والمساكين أما إذا وقع لك شك هل أخذه أم لا هنا العلماء يقولون هذا في مقام الشبهة لأن الحالة البيين والحرم بيين هذا الشبهة هذه الشبهة اتقيها لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدنه وعرضه هذا باختصار أيها الأحبة الكرام ما يتعلق بالفرق بين الهدية والرشوة ذكرناها لأن هذه الأحكام وهذه القواعد تتردد كثيرا في حياتنا المعاصرة لدى الموظفين العموميين والإداريين ولدى القضاة ولدى رجال السلطة ولدى رجال الأمن وأصحاب المناصب العليا من المستشارين والمتخبين كلهم أحيانا ما يدري هل هذه هدية أم هي رشوة فهذا باختصار أهم الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة في بيان حقيقة الفرق بين الهدية والرشوة فاللهم يا رب يا كريم أطعمنا حلالا طيبة اللهم أطعمنا حلالا طيبة اللهم واصرف عنا القرش الحرام واجعل بيننا وبينه حجابا مستورا وجنبنا يا ربنا الفواحش ما ظهر منها ومبطا وهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم وارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله